السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في صفحة عالم قطارات رجعنا لكم فيديو جديد حول مواقع وأتمينة تذاكر قطارات في المغرب ابتداء من صيف سنة 2014 عرفت قطارات في نهاية شهر يوليوز الماضي تغييرات في أتمينة بعد الرحلات زائد إضافات قطارات إضافية كتكون فقط في فصل الصيف والعطال باش ما نطور عليكم دخلوا نشوفوا مجموعين مواقع وأتمينة بعض الرحلات لجمعتهم لكم في جداول إذا كنتوا بغيتوا تصافروا لشم دينامكينة هنا في الجدول ما عليكم غير تخلوا لنا هنا في التعليق محطة الانطلاق ديلكم ومحطة الوصول وأنا غا نجاوبكم بإذن الله ونعطيكم التوقيت والثامن للرحلة ديلكم في حالة كانت تغيير على مستوى مواعيد أو ثامن للتذاكر فغادي نحط لكم بحل ديما في فيديو جديد ما عليكم غير الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد نبدأ أولا بخط مراكوش الضار بيضاء علامات من قطارات الأطلس أول قطار كيخرج من مدينة مراكوش اتجاه مدينة الضار بيضاء أول قطار رقم السمية كيخرج على الساعة الرابعة صباحا وخمسين دقيقة كيكون في مدينة بنقري على الساعة الخامسة صباحا ربعو ثلاثين دقيقة كيوصل الم учاوطة مدينة الضار بيضاء على الساعة السابعة الصباحا وثلاثين دقيقة المعض الىอادية 05 03 ساعة 3وETH ساعة 076 ساعة 08 30 دقيقة العسكة 1972 et astart generated at 27 10 30 30 30 30 30 30 30 30 ug برشيد إلى ساعة سباح 01 150 340 2004 وصل المحطة cassابة 40 80 20 32 30 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 31 50 39 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 31 32 32 31 345 من الطرق سباح و 50 قيطة حتى الآخر قطار يخرج مع تسعودي الليل سوف نقوم بكم في الصفحة التالية بالنسبة للأتمينة هم الذين يتعلمون بالخضر ما بين مراكش وبننجليل 55 درهم ما بين مراكش أسطاة 130 درهم ما بين مراكش أوبرشيد 120 درهم ما بين مراكش والدار بيضاء المسافرين 100 درهم هنا الصفحة الثانية تتمد القطار التي يخرج من مراكش في تجاه ضربة المسافرين قلناك أخر قطار هو القطار رقم أمتي اللي يخرج من مراكش على الساعة التاسعة الليلين الإشارة كما قلنا صابقنا القطار يكمل حسل طنجة مراكش طنجي القطار يخرج من مراكش الساعة التاسعة الليلين يصل للضربة المسافرين على الساعة 11 ليلين و 42 دقيقة بالنسبة للأسمينة كما قلنا هم اللون الأخضر 55 درهم حسل بن غرير مراكش طنجة مراكش طنجة مراكش طنجة مراكش طنجة مراكش طنجة بالنسبة للخط المعاكس من الضربة المراكش هو المرة الموجودة مراكش צنجة ويوصل المراكش على الساعة التاسعة صباحا ودقيقة واحدة يتبع القطار رقم يورا هذا يكون فقط ايام اسبوع يخرج على الساعة التامية صباحا ودقيقة وكما تشوفوا كان قطار تقريبا كل ساعة 1.35-10.3.1.35 الي اخر القطار يخرج من مدينة لغاية مدينة مراكش والقطار رقمря grace��은 131 يخرج على الساعة التاسعة 35 يصل المحطة الدب العوي دبر شيد الساعة 10 و15 يصل المحطة السطارت Ahh 좋 predicted يصل المحطة الدكال STEPizado على الساعة 10 و15 ثم يصل المحطة مراكش على الساعة 11 و15 على دقيقة الضرب المسافرين وبرشيد الضرب المسافرين وصطاة 춰춰춰 modify و 35 عنوى او مراكش عنوى من 45 ن efect هنالك كيف ما اشرحناها قبل في واحد الفيديو بالنسبة لخط الضربدة المسافرين في اتجاه مدينة فس مرورا بمحطة ريباط اقدال كونيتيرا سيدي قاسم سيدي سليمال مكناس فس اول قطار يخرج من الضربدة المسافرين هو القطار رقم 101 القطار يخرج للساعة الخامسة صباحا 40 دقيقة يقف محطة ريباط اقدال على الساعة الساعة السابعة 20 دقيقة محطة القونيتيرا الساعة السابعة صباحا 50 دقيقة ومحطة سيدي قاسم السابعة صباحا 54 دقيقة ثم مدينة مكنيسة untoث على الساعة الثامنة في صباحا 40 دقيقة أول مدينة فاس على الساعة التاسعة صباحا 24 دقيقة القطار الذي يليحه به المسافرين ليس على الساعة السادسة صباحا 40 دقيقة ثم المسافرينين الرقم الم Edifep in the city السابعة صباحا و 30 دقيقة المسافرين ليس للميزانات مقارنة آخرين ander plus 2021 يكون فقط من اثنين حتى الجمعة وكان كل ساعة تران من سبعة ونصف بمية ونصف شعود ونصف العشرة ونصف ونصف الى غاية العشرة وربع ديال الليل اللي هو اخر قطار يخرج من مدينة الضربدة في اتجاه مدينة فاس بالنسبة للأتمينة من محطة ضربدة المسافرين الى محطة الريباط اقدال 8 علامة قطارة الاطلس 40 درام من ضربدة المسافرين القنيترا 55 درام من ضربدة المسافرين سيد قاسم ما بين 105 درام الى 112 درام ما بين ضربدة المسافرين ومكناس ما بين 185 درام حتى 130 درام وما بين ضربدة المسافرين وفاس ما بين 155 درام الى 150 درام بالنسبة للقطارات اللي راجعين من فاس اتجاه مدينة الضربدة اول قطار هو القطار رقم 507 يخرج من فاس على الساعة الثانية ليلة وخمسين دقيقة يكون في مكنس على الساعة الثالثة ليلا وخمس وعشرين دقيقة سيد قاسم على الساعة الرابعة صباحا 14 دقيقة قنيترا على الساعة الخامسة سباحا 11 دقيقة الريباط اقدال على الساعة الخامسة سباحا 52 دقيقة ون يوصل محطس الضرباء المسافيني على الساعة السادسة صباحا و خمسين دقيقة تيurity الوقت حالي محطس الضرباء المسافيني لأنها في الفصيد لم ي block until the plane ما كيكونش ايام العطار والسلطة الاحد كيتبع القطار رقم 10 ساعة للساعة الخامسة لصباح 40 دقيقة وكتبقى هكذا كل ساعة قطار الى غاية القطار رقم 146 اللي كيكون باللون الاصفر هاد القطار زادوغي في الصيف كيخرج من مدينة فاس على الساعة الثامنة ليلة و 40 دقيقة مدينة مكناس على الساعة التاسعة ليلة و 17 دقيقة وكيوصل لنحطات الضربة على المسافرين مع متصف الليل و 30 دقيقة بالنسبة للأسمينة ما بين فاس و مكناس ما بين 30 حتى 35 دل درهم ما بين فاس و صديق قسم ما بين 55 حتى 60 درهم ما بين فاس و قناترا ما بين 90 حتى 110 درهم ما بين فاس و الرباط اقدال ما بين 105 حتى 125 درهم وما بين فاس و الضربة على المسافرين ما بين 140 و 165 درهم اندوزوا البل قطارات البوراق ما بين مدينة استونجا في تجا محطات القنيتير على الرباط ثم الضربة جميلة الخروج من المدينة الطنجا وهو القطار 2001 يوصل على الساعة الساديسة صباح يوصل لمدينة قنيترا للساعة الساديسة صباحا وخمسينين دقيقة ووصل مدينة ريباط أكدال على الساعة السابعة السابعة وعشرين دقيقة الساحةiern وهو القطارok يكون القطار رقم 2005 يخرج من هذه الانتجاة السابعة السابعة صباحا يصل إلى مدينة القونة السابعة السابعة سابعة و 45 دقيقة يصل إلى مدينة الريباط أكدال على الساعة 8 صباحا و 20 دقيقة ثم يضع ضرب المسافرين على الساعة 9 صباحا و 10 دقائق بالنسبة للقطار رقم 2001 الذي يملكونه باللون الأسود هذا القطار لا يكون أيام بسابتة لأحد يكون فقط من اثنين حتى الجمعة باستثناء العطر إذا كانت يجول في ريو السيمنة لا يخدم لكن كل ساعة 3 صباحا إلى غاية التاسعة ليلا وهو آخر القطار وأيام السابت الأحد والعطار يزيدوا واحد القطار الذي يمنونه باللون الأصفر الذي يخرجه من العشرة ليلا بالنسبة لأثمانات البوراق ما بين طانجا إلى القونة السابعة 170 درهم ما بين طانجا إلى الريباط أكدال 145 إلى 205 درهم ما بين طانجا و الضربيضاء المسافرين ثمان كتراوح ما بين ثلاثة 1 درهم إذا هدرتوا تذكيرها مخفضة أو 270 درهم ويمكن لكم أيضا تقطعوا ما بين طانجا والقونة أو الريباط بثلاثة 8 درهم كما شرحنا ذلك في فيديو سابق بالنسبة للخط المعاكس المحط حين من الضربيضاء نجد تنجع سابعة 9 صباحاً و10 دقائق و هنا يكون ساعة كنتران لغاية أخر القطار على الساعة 9 ليلاً و أيام السابس الأحد والعطار يجدوا واحد القطار يخرج على الساعة العاشرة ليلاً و يوصل تنجع على الساعة 12 و 10 دقيق بعد موت صف الليل و هالقطار كما يمكنني إنش دائما يكون غير السابس الأحد وأيام العطار نهاية حكس من نجاح الأول لرقم 1001 في بلون نجاح الأسبوع من الزمان بالنسبة للأتمينة ما بين ضربت المسافرين والرقمة على متن بلون البوراق وال 60 درهم ما بين ضربت المسافرين والقونية و80 درهم ما بين ضربت المسافرين وطنجة ما بين 2070 درهم تدودت عندها هي ثمان تذكيرة مخفضة بالنسبة للقطارات الكلاسيكية العادية التي تخرج من مدينة طانجا فهي توجه للجوج وجهت إما تمشي مكناس فاس أو تكمل من حتى الوجدة إما تقدر حتى قناترا أول قطار عادي يخرج من مدينة طانجا في اتجاه مدينة القناع ديرة يخرج على الساعة السادسة صباحا 35 دقيقة ورد قطار رقم 351 تاني قطار ورق قطار رقم 301 هذا يكمح الوجدة يخرج على الساعة السابعة السابعة مع السبعة ونصفة الصباح يصل الأصيلة إلى الساعة التامنة صباحا وعشر دقائق القصر الكبير على الساعة التامنة صباحا وخمس وخمس دقيقة بل القصيري على الساعة التاسعة سباحا لجلسة سادسة 30people سادسة 10.5 مكناس مكناس 11 و 18 دقيقة فاس على الساعة الحادثة ملاحظة للصباح و 53 دقيقة تازى مع 3 قسم توريرس مع 5 أقل قسم ثم يوصل الوجدة على الساعة السادسة المساء و 35 دقيقة بالنسبة للقطارات القيطار رقم 351 القيطار رقم 353 القيطار رقم 355 القيطارات لا يوجد قسم مكناس فاس القيطار من بالقسارة يمشي القنيطرة هذا قنيطرة اما باقي القيطارات يكملتين مدينة فاس و يكملتين مدينة وجدة بحل المثال القيطار رقم الاسم له طي او اللي يمدونه باللون الأصفر هذا القيطار زادوه بمناسبة العطلة الصيفية القيطار يخرج من مدينة طنج على الساعة العاشرة ليلان و 5 دقائق يوصل مدينة أصيل على الساعة العاشرة ليلان و 51 دقيقة وهذا القيطار يوصل مكناس مع الجوج و 7 دقيقة للليل مدينة فاس مع الجوج و 47 دقيقة للليل و يكمل حتى الوجدة يكون فيها على الساعة التاسعة صباحا و 40 دقيقة بالنسبة للأثمينة ما بين طنجة الأصيلة 20 درهم ما بين طنجة والقصر الكبير ما بين 40 حتى 44 درهم ما بين طنجة حتى المشروع بالقصيري ما بين 57 إلى 62 درهم ما بين طنجة صديقاسم 70 درهم ما بين طنجة و مكناس 100 درهم ما بين طنجة فاس 120 درهم ما بين طنجة تازة 161 درهم ما بين طنجة وتاوريرت 204 درهم ما بين طنجة وجدة 240 درهم بالنسبة للقطارات للعودة من فاس افتجاه مدينة طنجة القطارات العادية مباشرة القطار هو القطار القطار يأتي من وجدة يكون في مدينة فاس على الساعة الوحيدة صباحا يصل إلى سيدقاسم حتى يصل إلى أصيلة 40 دقائق صباحا و يصل إلى مدينة طنجة على الساعة الخامسة صباحا و 27 دقائق مناسبة للقطار يزيده فقط في الصيف والعطار اول القطار هو القطار رقم 180 يخرج من مدينة فاس على الساعة السابعة صباحا و يصل إلى مدينة مكناس على الساعة السابعة 34 دقائق القصر الكبير على الساعة التاسعة أصيلة العاشرة 45 دقائق و وصولا إلى مدينة طنجة على الساعة الوحيدة 18 دقائق و يتبع القطار رقم 501 و 200 دقائق و يخرج من مدينة فاس و يخرج من مدينة فاس و يخرج إلى الساعة السادسة و يصل إلى مدينة طنجة للساعة العاشرة ليلة 41 دقائق بالنسبة للأثمينة ما بين فاس حسن المكناس 25 درهم ما بين فاس سيدي قاسم 60 درهم ما بين فاس القصر الكبير 81 درهم ما بين فاس أصيلة 100 درهم ما بين فاس طنجة 120 درهم الدرهم و ينضم إضافة الخطة قطار يخرج من مدينة وجدة و القطار يخرج من مدينة فاس قطاع 1 دقائق 1 دقائق 1 دقائق 6 دقائق 5 دقائق ويكون في مدينة Being applies 8 صباحا و 10 دقائق هذه الامتعي توصية المفكرة ، الإطلاق من مدينة أنتي في الساعة السابعة ، و 30대� детей تقف عن القطار سوف الامتلاق في الساعة السابعة .... 50 flour تازي تكرير الف π ping 5 جفري da يفصل إلى المدينة مفكرة للساعة السابعة حيث في الأسفل تمنى القطار رقم 312 وخمسة دقيقة الى اخر القيديرك تخبر من دفاس اڭجا مدينه würdeca مديره 1600 3.에게 يش lameذا 120قرا هنا القيدير يحدث الى camers اول وقصuran 312 لازلها يومك مدينة الناظر على الساعة الثامنة السباحا 11 دقيقة ثم القطار الآخر gdzie يخرج من مدينة الفاس على الساعة العاشرة السباحا يومك مدينة الناظر على الساعة الرابع مساءً بالنسبة للأتمينة ما بين فاس و التاذاء ما بين 32-47 درهم ما بين فاس وDYadas ما بين تعدو 60-85 درهم ما بين فاس ووجداء ما بين 115-125 درهم ما بين فاس الاظرر Board 139 درهم بالنسبة لقطارات المعاكسة يخرج جوج من مدينة الناظر تجاه مدينة فاس اول قطار رقم 503 يخرج على الساعة 9 صباح 30 دقيقة ويصل التوريت على الساعة 11 صباح 200 دقيقة يصل إلى مدينة فاس على الساعة الثالثة 40 دقيقة ويخرج من مدينة الناظر هو القطار رقم 507 يخرج على الساعة 8 ليلة 26 دقيقة وتصبح مدينه فاس الثاني ليل just John weitere خطير مع نازورTO 30ف قطارات التي تخرج من مدينة وجدة تجاه مدينة فاس خمسه القطارات القطاراتası 200 جوش часxb would be энерг прошتلك وحدثناس مدينة الساعة السابعة سابعة 34 دقيقة تازا 11 صباح 13 دقيقة. ثم مدينة فاسة للساعة الواحدة زوال و25 دقيقة. وكي تبعوовать قطارات للا اخر قطار يخرج لمدينة وجدة فتيجة مدينة فاسة للساعة التاسعة لليلا و35 دقيقة. ويوصل المدينة للا الساعة التالية لليلا و7 دقيقة. بالنسبة لاتميناء ما بين وجدة وتوريرت 42 حتى 45 درهم ما بين وجدة وتازة ما بين 80 حتى 85 درهم ما بين وجدة وفاس ما بين 115 إلى 125 درهم بالنسبة لخط الضربيداء الجديدة هناك القطار يخرج من محطة الضربيداء الميناء ولكن أنا أعطي غي ما بين الضربيداء المسافرين إلى الجديدة القطار يخرج من مدينة الضربيداء��는 813 يخرج إلى 8 ساعة ال hamburgحة ونруг said and get to the day double 10 ساعة سباحا وقع 10 دقائق وبخرجodu تابعة كل ساعتين القطار يخرج إلى الضربيداء الضربيداء minus Ifere 817 Axe & får 8!!!! يصل إلى الجد Unterstüt and get to the day double بالنسبة لأfectاً القطار يخرج من ветровWER يوم السبت بجديروا فيكم بالنسبة للأتمينة ما بين ضربة المسافرين و أزمور 35 درهم ما بين ضربة المسافرين والجديدة 40 درهم بالنسبة للقطار عاص من المدينة الجديدة أزمور في تجاه محطة ضربة المسافرين أول قطار يخرج من المدينة الجديدة وقتار رقم 800 جوج يملونه باللون الأسود يخرج من المدينة الجديدة على الساعة السادسة صباحا و 30 دقيقة كي يوصل محظة ضاربة المسافرين على الساعة السابعة الصباحا و 15 دقيقة قط او القطار كيكون فقط من 2 إلى الجمعة ما كيكونش ايام السلاة والأحد وايام العق BA بش ما تصيدوش تقريبا كل ساعة قطار 6.1 الصباح 7.75 80-35 الا غاية اخر قطار كيخرج من المدينة الجديدة هو القطار الرقم 18 كيخرج من المدينة الجديدة على الساعة الثامنة ليلا و 25 دقيقة كيوصل مدينة الزمور على الساعة الثامنة ليلا و 47 دقيقة ووصولا إلى محطس الضربدة المسافرين على الساعة العاشرة ليلا ودقيقة واحدة بالنسبة للأسمينة ما بين الجديدة وأزمون 16 درهم ما بين الجديدة والضربدة المسافرين 40 درهم بالنسبة لخط الضربدة افتجام مدينة خريفقة ودزن عدنا ثلاثة القطارات في اليوم أول قطار والقطار رقم 901 كيخرج مدينة الضربدة على الساعة الثامنة الصباحا وحسر دقائق وصل إلى مدينة سبرش ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يخرج من مدينة ضربية المسافرين على الساعة 7 مساء و 10 دقائق ويصل محطة خريبة على الساعة 9 ليلا و 51 دقيقة بالنسبة للأثمينة الأثمينة على هذه الخطرة التي تبدلت لا يوجد ضربية المسافرين إلى برشيد 21 درام لا يوجد ضربية المسافرين إلى سيدي حجاج 28 درام لا يوجد ضربية المسافرين وخريبة 87 درام بالنسبة للخط المعاكس كما قلنا هذا الخط معرفش تغييرات لفل توقيت و لفل 8 أول قطار يخرج من مدينة خريبة هو قطار رقم 900 يخرج على الساعة 7 صباح و 15 دقائق يتبع القطار رقم 9 وجوج يخرج من خريبة على الساعة 11 و 30 صباح ثم آخر قطار يخرج من مدينة خريبة والقطار رقم 9 و رفا يخرج على الساعة 6 مساء و 15 دقائق ويصل محطة ضربية المسافرين مع تتعود قلقسم بالنسبة للأثمينة بين خريبة و سيدي حجاج 16 درام بين خريبة و برشيد 27 درام بين خريبة و الضربية المسافرين 37 درام ندوزل هذا الخط بنقرير افتجاه مدينة يوسفية أسفي عدنا هناك قطارات في اليوم أول قطار يخرج من بنقرير هو قطار رقم 701 يخرج على الساعة 11 صباحا و 55 دقائق يصل إلى مدينة يوسفية على الساعة 12 و 43 دقائق ويصل إلى مدينة أسفيم على الساعة الثانية زوالا والقطار الأخر قطار رقم 703 يخرج مع تمين يقلق سندي الليل يصل إلى سعود قد شروض اليوسفية ثم يصل إلى ال مدينة الأسفيم بعد سعود الليل y 57 دقيقة بالنسبة للأتمينة مبين بنقرير إلى اليوسفية 15 درام مبين بنقرير hinge在 الأسفي 40 درام بالنسبة لل приقدير العودة مبين الأسفيم افتجاه مدينة يوسفيةYAN يخرج من الأسفيم قطار رقم 700 يخرج على الساعة 8 صباحا 15 دقائق يخرج من مدينة يوسفية إلى الساعة 9 صباحا 20 دقائق ويوصل مدية بنغير للساعة 10 صباحا 15 دقيقة القطار الثاني هو القطار رقم 700 جوش يخرج مدية اسفى للساعة الرابعة 10 دقائق ويوصل مدية بنغير للساعة 6 زوالا 12 دقيقة بالنسبة للأتمين ما بين اسفى حتى اليوسفية 23 درهم ما بين اسفى حتى البنغير 40 درهم وبهذا نكون وصلنا للتاسم من هذه الفيديو وكما ذكرتكم قبيلة مرحبا في اي استفسارات ديركم و اي تساؤلات ديركم خليوا لي غير تعليق وانا نجاوبكم عليها ان شاء الله ومتنسوناش مصالح الدعاء ديركم وفي حالة لا تبدل عاوثاني التوقيت للأتمينة اغندي لكم فيديو جديد ان شاء الله شكرا وإلى اللقاء